افتتح نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد الوصابي المؤتمر العلمي الأول للصيدلة والمعرض الدوائي بمحافظة تعز ويهدف المؤتمر الذي يستمر على مدى يومين للخروج برؤية علمية مستقبلية لاستخدام وصناعة الدواء وخلال الافتتاح الذي حضره نائب رئيس جامعة تعز الدكتور رياض العقاب وعدد من الأكاديميين وأساتذة الجامعات الحكومية والأهلية بالمحافظة أقد نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أن المؤتمر العلمي للصيدلة يعد نقطة انطلاق في مجال الأمن الدوائي وتفعيل البحث العلمي للدراسات الجامعية وإعادة صياغة التعليم الدوائي بحيث نضمن تخرج كوادر قادرة على التعامل مع الدواء كخدمة إنسانية وليس سلعة يترتب عليها أضرار تفتك بالمرضى كما اعتبر رئيس المؤتمر العلمي الأول للصيدلة الدكتور محمود البريه أن الدواء أولويها ما في خدمة المجتمع بمختلف شرائحه حيث يتزامن هذا المؤتمر مع اليوم العالمي للصيدلة مؤكد للصيادلة مؤكدا أن المؤتمر يهدف إلى مناقشة تفعيل الأبحاث العلمية التي تخدم تطوير التصنيع الدوائي اشتركوا في القناة